يا سلامة حبيبي لسه وصل حالاً ألف حمد الله على السلامة يا عمري أنا مش هيارف إزاي هاجرت وسط الأمر ده بمناسبة الموضوع ده يا رقفة إنت هتغيب عن البلد وإحنا مش هينفع نكمل مع بعض ما بحبش أرتبط برجالة معاد أنا كنت أحس أن ده هيحصل وشان كده كنت أحب أن أخترح أن إحنا نعمل LDR لا LDR ليه؟ ما أنا لسه عاملة صورة دم كاملة الله؟ وما كل شوية؟ لا حبيبتي تحليل إيه؟ لا LDR يعني لونج ديستانس ريليشنشيب يعني علاقة عن بعد اسمع يا رقفة لو سفرك بره هيغيرك كده أحب أفكرك أنت طول عملك عارف أني محترمة وبلبس حاجة بسبانيش حتى قدام أبويا مش هقبل بقيلة الأدب دي لا حبيبتي أنت فهمت إيه؟ أنا أقصد أن احنا نفضل متبطين ونكلم بعض كل يوم عادي ولو برضو يا رقفة أنت عارف أني سوء ماشي وانت كده بتوقف أنت سوء ماشي؟ ده أنت سوء مماشي أنت سوء مماشي تاني مش قولني مالاش بادي شيمينج؟ بن مناسبة بقى لعلمك خميسة من المعلم سلطان الجزار متقدم لي وعايز يتجاوزني أنا فعلا مش عارف ده سبب بجدة ولا ده بلود تويست ت مستنسل في رمضة لا أوليلي أسباب فيها إمداع أكتر مش عمي مش عارف إيه اللي بتاعك شوف يا رقفة أنا ما كنتش عايزة أقولك كلام ده وإنت في الغربة بس أنا محتاج راجل جمبي راجل يصرف علي يفسحني يأكلني يشربني يجيب لي هدايا وأحياناً يخني ومين سبك؟ أنا كمان ما معايز حد يصرف علي يفسحني وأحياناً يخني برضي إيه طب جد والله إنت كمان؟ طب إحنا كده بيننا حاجات مشتركة إيه نعمل إيه بقى؟ للأسف أنا أضطر أننا ننفصل يا سلمة يا أخسارة بقولك يا سلمة هو المعلم سلطان ما كانش بدور على عريس؟ لبنته طبعاً أعزائي المشاهدين السلام عليكم وأنا وطلو وركاته أهلاً بكم في هلقات جديدة من برنامج الدحيح الإيه؟ النحيح؟ دي عايزي النسخة الرومان سيئة مني الله لا يوريكي أنا لما بحب بقى بحب عن بعد منش زمن بعيد كان الرجال يسافرون وراء البحار والنساء ينتظرن عودتهم واقفين على أرصفة الموانئ يومعين النظر للأفق بحساً عن باخرة صغيرة وها أنا زاليوم أنتظر هنري إيه ده فهمين؟ انت كنت مرتبط في أرسنل ولا إيه؟ تمر كل دقيقة كأنها سنة كأن لا نهاية لها تمر كل دقيقة بطيقة وشفافة مثل الزجاج أرى من خلالها دقائق لا حصر لها تصطف وراء بعضها منتظرة لماذا ذهب إلى حيث لا أستطيع مرافقته ده يا عزيزي كان وصفة الكاتبة أودري نيفينجر على لسان بطلة روايتها زوجة المسافر عبر الزمن بداك يا عزيزي البطلة عن علاقتها بجوزة هنري اللي بيعاني من خلل جيني بيخليه يسافر عبر الزمن بشكل عشوائي بيمشي فجأة نتعرفش راجع إمتى؟ وهي المسؤولة أنها تدير علاقتهم عن بعد لو فكرت يا عزيزي هتجد أن هذا الكلام مش غريب شبه علاقات اللونج دستانس بتاعتنا لكن في حالة بطلة الرواية فالمسافة كانت بالزمان وليس بالمكان لما اتنين مرتبطين يكونوا منفصلين جغرافيا ما بيشوفوش بعضه طول الوقت العلاقات دي بتكون ظروفها مختلفة عن العلاقات القريبة وبتوريك قد إيه الإنسان المعاصر ده كائن فرهود في الخمسين سنة اللي فاته بس قدر يغير من شكل العلاقات اللي ماشية خمس تلاف سنة الراجل يا عزيزي القديم المحترم بتاع زمان ده كان بتجوز شت من نفسه قبيلته من جرانه أو حتى من نفس الأسرة زي المصرين الخدماء لكن إيه بقى؟ الراجل راح يشتغل في الكويت والبنت مش عارف بتشتغل في دبي والولد بيعمل ماجستير في أمريكا إيه اللي حصل؟ أو حتى في نفس الأسرة زي المصرين الخدماء والرومان عشان يخلفوا ناس جديد أو يكونوا تحلفات العلا دي تتجوز بالعلا دي عشان يتحلفوا مع بعض أنا أديك من الأمح بتاعي لو الفيضان خلص على الشعير بتاعها وإنت هتقسم معي البقرة اللي كنت هتتبحها بالإضافة للفايدة العملية دي فالجواز كان بيجي معها ارتباط عاطفي يخلي اللي اتنين عايشين مع بعض فهو حالة من المواد ده والرحمة هو الرومانسية الإنسان بقى قال لك أنا ملزمنيش الأهداف العملية دي وعجبته بقى فكرة الحب الرومانسي وعمل من وراها إيه فلوس يهامة أغاني ماشي أفلامه وماله روايات رومانسية وننزل المعرض ونعمل بيست سيلرز دواوين شاعره وننزل الساقية على قد تحقيح شغال برضه وماله ومع الوقت يا عزيزي الحب الرومانسي ده ما بقاش دافع أو مجرد خاطوة ناحية الجواز لا ده بقى هدف ده حاجة بنحاول إنه وصلها في ذاتها لا الزواج ولا التحالف ولا قمح ولا شعير بقى عادي جداً يبقى فيه اتنين مرتبطين بس مش شايفين بعض ورامي عزيزي إن الشكل ده جديد في العلاقات ولكنه مفهوم جه على بال أفلاطون كان شايف نوع الحب ده بيهرب الإنسان للوصل للعليا انك مانشوفش حبيبك بس حب ده عزيزي حتى بيسموه الحب الأفلاطوني تسأل لي يا بو حمد تقول لي قال لي إيه صحيح الحب الأفلاطوني ده هل ده حب حقيقي من اللي هو بيعلمنا نسامح وينسينا مبارح؟ والله في هذه الحالة عزيزي محتاجين نرجع للدكتور محمد فؤاد يوشرف ويقول لنا تعريف يا عزيزي الحب الأفلاطوني هو إنها علاقة وثيقة بين شخصين بتكون يا عزيزي الرغبة الجنسية فيها غير موجودة إتابة أو موجودة بس مجبوطة ماشي عم أفلاطون ماشي لو أنت شايف كده تمام خلينا أقول لك يا عزيزي إن البعضة في العلاقات قديم قدم وسائل النقل ولكن الوعي الجديد له دوره زباني يا عزيزي الزكر كان محتاج أنسة والعكس برضو أي واحدة من الجنس الآخر احتمال تكون حبيبة دلوقتي يا عزيزي الزكر بعايز أنسة بتسمع راب وبتحب السينما الأوروبية شخصياتها قوية بس ضعيفة لما هو يكون عايزها ضعيفة معاه ممكن يبعايزها معاه بس الشخصيات قوية برضو ويا سلام بقى لبتغير للتولستوي وبتدعمه ووقفة في ظهره وبتعرف تطبخ طيب مش هنوع فارط والتولستوي بس ورومانسية بس مش لزقة بس رومانسية مع بس لما هو يبعايزها رومانسية أما الأنسة فهي عايزة راجل ناشف من برة بس حنيم من جوه مقارد مش من برة بس جيوسي من جوه بيفرج على أفلام تاركوفسكي وبيحبه ويدعمه يكون يا عزيز ما بيعاياتش إلا لو كان معاه أو لما يكون هي عايزة يبقى ضعيف معاه أو تبقى عايزة بيعايات برة عشان هي مؤمنة بضعف الرجل عادي هو ده يا عزيز بالذات اللي اختيارات كترت والتوقعات زادت وبقى فيه أسامي روز كتير في العلاقات هو ده البوز العلاقات زي مانا الموضيح كان أسهل أول حد يوافق عليك تعيش ويتموت معاه يلا احنا ممكن نشوف من يادمين عن نت في كام يوم من حياتنا نوعيات من البشر قد اللي أسلافنا شفوه طول حياتهم فزي ما تقول يا عزيزي بقينا نفضل نحنا نكون مع الشخص الصح حتى لو ساكن بعيد أحسن ما نبقى مع حد قريب بس أفكارنا مش شبه بعض 75% من طلبة الجامعات دخلوا في علاقات لونج ديستنس في إحصائيات عملت عشان تعرف ازاي الكابلز بيتعرفوا على بعض من سنة 95 لقى 2017 كان زمان الناس بتقابل حب حياتها من معرفها او من الشكر او في الجامعة علاقات قريبة جدا جغرافية بص بقى في 2017 39% من المرتبطين اتقابلوا أونلاين الخوارزميات أصبحت ألوسيط الأساسي للجواز البيب اليوم هي خطبة العصر الحديث يا عزيزي وبالتالي علاقات كتير أصبحت في اللونج ديستنس من بعيد كدنا ستصور طبعا أن العلاقات عن بعض هي أسهل ومسؤولياتها قال ولكن يا عزيز تكتشف أن العكس هو الصحيح تخيل نسبة نجاح على علاقات عن بعض هي 58% بس فأنت عزيزي لو داخل علاقات عن بعض احتمال 50% أنا أضموز كأنك بدأل عمالك مكتابة يتكمله ويتفركيشون طبعا يا أحمد ما عليش وأنا مالي بالموضوع ده مش اللونج ديستنس ده عند الناس اللي عيشة بره وبتسافر أنا ما بسافرشي أنا قاعد في البلد في ميني القمح خلينا أقولك يا عزيزي حقيقة بجدع حزينة قوي الدراسات بتعتبر الكابلز اللي بيتقابله في يوم أو يومين في الأسبوع اللونج ديستنس إه دي 3-4 علاقات مصر بالضبط يا عزيزي وده مفاجأة كان يا عزيزي العلاقات اللونج ديستنس دي هي لونج ديستنس كونها مفهاش فيزيكا الانتماسية مش عايشين في حضن بعض يعني اللي هو تقريبا شكل علاقاتنا يعني يا عديد فترة الارتباط أو الخطوب عندنا بتعتبر علاقات لونج ديستنس والجواز يعتبر لم شمل أو ريونيون ونسبة كبيرة من المتجوزين بيسافروا لشغل أو لخدمة عسكرية اللاقات دي لها ظروف مختلفة بيخلي التمسك بيها صعب ونسبة الفركاشة أعلى مش نفس السيناريوهات الرومانسية اللي نعرفها ده سيناريو مختلف خليه مثلا ناخد مثال دلوهات اتنين تقابلوا سواء أونلاين أو في مناسبة وحبوا بعض وبعدين افتروا عن بعض هو سافر يشتغل وهي جالها طب بقى أسنان قسيوت أو كل واحد رجي يعيش في منطقته بعيدة عن الثاني هنا عزيزي يجب أن هم ياخدوا قرار هي يكمله هي تبقى مقابلتهم مجرد ذكرى لطيفة وكل واحد يكمل في طريقه بعد كده بيسافر الطرف اللي هيبعد وتيجي مرحلة النقش هيروح بقى يسافر برا هيوعظ في مكان معين هيزبط شقة معينة أو حتى بيحضر ترتيبات للسفر هنا عزيزي الكابل بيكونوا في حالة معروفة بالإنكار الإيباح الإنكار هو يعني صحيح قدم طلب هجرة واتقابل وطيقته خلاص بكرة الصبح ولمه كله هدومه ومجوهرات أمه ووزن الشنط وبيعمل شك إم بس أنا حسى أنه مش هنبعد عن بعض قريباً 8 ساعات على التليفون أو فيديو شات ويتكلموا كان مفيش حاجة تغير احنا خلاص في التكنولوجيا شايفين بعضه بنتكلم ليس مهم من مسافة الجغرافية ولكن المهم التواصل لحد يا عزيزي ما بتيجي مرحلة أنا بعرفها بمرحلة الإدراق هما دلوقتي يا عزيزي لو عايزين يشوفوا بعض مش هيقدروا وإن فيه بالفعل اختلاف كبير لأن التليفون زي الحقيقة وهنا يا عزيزي بيبدأ يشتغل الحماس بتفضل يا عزيزي إلى علاقة عمالة تنفك وترجع تاني تنفك يحاول كل واحد يرجعها بالشكل اللي كانت عليه لحد ما بيبدأ يحصل يا عزيزي أن الناس بتبدأ تتغير أنا مسافر في مكان مختلف بتعرض لظروف مختلفة بيبدأ أتغير وهو كبهة والشخص الثاني موجود في بلد معينة بيقابل ناس معينة يبدأ برضو هو كمان يتغير مع الوقت يبدأ كل طرف يحس بالاستقلالية عن التاني بتبدأ يا عزيزي علاقة تتفكر الأحساد بتقول أن العلاقات دي عادة تنتهي بعد 4 شهور ونص لي يا عزيزي؟ لأن هما بيواجهوا المشاكل لأول مرة وأحسيز بتخليهم يسألوا نفسهم هل إحنا تصرعنا؟ هل إحنا مش مناسبين لبعض؟ دخال يا عزيزي؟ مستعزيل أحسيز طرف لهم يعمل حاجة عادية زي أنه ينزل صورة على الإنستاكرام أو يحكي عن زبايل له أو ليها في الشغل يا السلام ثانية ومشغول ومش فاضي وورايا حاجات وبقيت تعرف تنبسط من غيري؟ ألا تبدأ يا عزيزي بعدها مرحلة معروفة من غيرة بتفعل الحالة القصوى من انعدام الأمان والحاجة لتملك الطرف الآخر الغيرة حاجة مهمة يا عزيزي في العلاقات لأن هي بتعني أن الشخص مهتم بالشخص الثاني وأن فقدان الشخص الثاني ده هيسبب لي أذى ولكن يا عزيزي جرعة كبيرة من الغيرة والغيرة المنطقية في الآخر يا عزيزي الشخص ده أنا ما بشوفوه فطبيعي أن نحس أن أنا غيران وأن أنا إنسيكيور لأن الشخص ده ممكن يحد تاني ينبيه له احتياجاته هنا يا عزيزي مع هزيل غيرة الكبيرة ومع تفاقم الأشياء ومع عدم التواصل الجيد بتنهار العلاقات للأسف وطبعا البعد يا عزيزي بيزود ألف ومه وهو نوع من الخوف الخوف من أن انت يبقى فيتك حاجة وهو القلق من أن حاجة مهمة ممكن تفوتك دلوقتي لأنها بتحصل في مكان تاني تبدأ يا عزيزي تحلل كل مسالة الطرف الثاني بيبعتها لك وكل مكالمة ما بيردش عليها وتكبر موضيع كانت ممكن أن تنتهي برؤية الطرف الآخر والتعامل معه فرض الواقع بحسين يا عزيزي وجدوا أن في العلاقات المرتبطين بيتواصلوا عن نتة أكتر ولكن وجود مقابلة فيس توفيس بشكل دولي هي عامل حاسم بأن الطرفين يحسوا بالرضا والإلتزام ويستعيدوا ثقاتهم في بعض لما حد يا عزيزي يبص في عينك ويقول لك كلام ليه لي ما بيعطولك على ميسج؟ البعد كمان يا عزيزي بيقلل مستوات الرضا ويستعيدوا ثقاتهم في بعض ولعكس كان بيحصل البعد يا عزيزي للأسف بيولد مستوى أقل من الأمان والثقة البعد بيولد التوتر فسهل إن إنت تشوف سوق تفاهم وإخناقات والطرفين يتدايقوا من بعض بسهولة ويتجدلوا في عاجات تفهم والقلق يبنيلهم سيناريوهات خيالية تجرحهم مش كده يا عزيزي إن القلق عدو الإعلاقات السعيدة لحظات الصمت اللي في المكالمة ليه المفروض طب حاجة عادية احنا بنقعد مع بعض عادي وبنمقى سكتين عادي لكن هذه اللحظات في هذه المكالمة في الإعلاقات البعيدة ممكن تدخل طرف منهم في نومة القلق هل ما عادش فيه خلاص مواضيع بنا؟ هل انتهت المواضيع؟ هل مفيش حاجة نتكلم فيها؟ هل اهتماماتنا تغيرت؟ خليني أقول لك على حاجة يا عزيزي في اللونج ديستانس اللونج ديستانس هي نوع من العلاقات اللي بتحملك مسؤوليات العلاقات من غير ما تديك مكافئة العلاقات انت مسؤوليات العلاقات دي إن انت تنظل متابعها تعمل مكالمات تلفونية تسأل لو حصل حاجة تتطمن تهتمل إن الاهتمام ما بيتطلبش كل ده يا عزيزي من غير الحميمية من غير الرؤية من غير الانبساط في التواجد من غير يا عزيزي الوانس ليه يا أبو حميد؟ الوانس عشان كده يا عزيزي علاقتنا قتبان إن هي لونج ديستانس ولكن بما إن الوانس موجود فيها وهو وانس من ناحية أنا بس فهي لونج ديستانس علي وشورة ديستانس عليك بكابسة زر تلاقييني تقول إزاي يا أبو حميد مفيش وانس نحن بنعمل شات وبننزل شتوريز على الإنستجرام وبنبعد صور وبنبعد فويس نوتس وبنتكلم فيستايم أهو حاضرين مع بعض ده حتى كمان يا أبو حميد الدراسات بتقول إن البنيادم لو عايز يقول لحد حاجة فاحتمالية إن هو إبعاثها في رسالة أكبر بكتير من مكالمات الشات بيخلينا نتحكم في اللي بنقوله نفكر كويس قبل ما نقول نفلتر كلامنا ونعمل أنسند لو التاني مش فاتح نقدر نبقى مثالين في الشات من غير ما نباين بقى ألقنا والإنسيكورتيز بتاعتنا أكتر بكتير من الحقيقة كمان فيه إيموجيز بتحبل عن مشاعرنا واستيكر ممكن نهرب بيه من أي حوار مش عاجبنا اللهم صلى عن النبي ما انت حيال وهو بتجيب دراسات؟ لا تعال اتفضل يا أخويا فضل إدي يعمل برنامج مكاني يلا فضل اهد فضل خد الساعة بعت في بيتنا أنا مالك أنت فيه يا عزيزي بقيت مدي ما نميت مرة ما نشوفش غير برنامج الدحية ما نشوفش منافسينه خلينا أقول لك يا عزيزي إن كلامك عن الشات صحيحة أو في منه جزء من الصحة ولكن يا عزيزي مشكلة الشات إن بيظل فيه هناك فجوة دائمة بين اللي بنقصده وبين اللي بنوصله وبين اللي الشخص التاني بيفهمه وهيقول لي خلاص يا أبوحميد خلاص هم يتكلم في التليفون على المسانجر أنا سمعت يا أبوحميد عن الدراسة إن أول حاجة بتنساه عن أي شخص هي صوته الصوت يا أبوحميد بيعكس جوهر ونبرة الشخصية وبينقل رسائل ومعاني كثيرة لو سمعت صوت أجنبي غضبا بيتكلم مش بحتاجة فهم هو بيقول إيه بس غالما هعرف هو حاسس بإيه غير لو سمع صوته في مقال 12 سنة 2012 في بجلة بعنوان الرسائل مقابل الكلام الباحثين وجدوا إن سماع صوت الناس اللي بنحبها بيقلل من مستوى الكورتوزول في الدم اللي هو أصلا علامة من علامات ألسترس وبيزود إفراس ما يسمى بالأكسيتوسين هرمون الارتباط والمحبة والسعادة الباحثين وجدوا إن الإشارات السماعية هي اللي بتنتج التأثير الهرموني مش محتوى الكلام يا عزيزي يا اللي قلت لها بكرة، كنا قلت لها أحبك الأداء يا بوحمد، الأداء الله 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 ما أنت حال وشغل أهو ما تيجي يا ابني تكمل حلق بدالي تاخد الساعة وتكمل حلق بدالي أرعك في الفكرة دي أقعد أنا في بيتنا، أنا مع السيد ده أنا أريد سألك سؤال هو أنا أحزنك أصدني مصمو أنت تخطاني خلينا أقول لك نصر ججحتي عارف يا عزيزي لما تكون باذا تكون على احد من عيلتك في التليفون وإنت مسافر مثلاً وإديك التليفون تسمع صوت قطتك أو كلبك أو حتى بيه بيصغير هم مش بيميزوا صوتك بتحس كأنهم مسامعينك ولو بتكلمهم فيديو كول هيكون كأنهم مش شايفينك وجاه عزيزي لإن إحنا ما بنتكلم في التليفون المكالمات أو التليفونات عموماً بتاخد صوتنا تعالجه بتحوله من طاقة صوتية إلى طاقة كهرباغناطيسية في نطاق تردد من 300 إلى 3000 هرتز صوتنا عزيزي الحقيقي تردده أقل بكتير صوت البنت من 165 إلى 255 والراجل من 85 إلى 155 فنطاق تردد صوتنا تحت التردد الصوتي بتاع التليفونات فما فيها عزيزي حاجة اسمها متسلسلة توفقية تعود التردد المفقود من الصوت الأصلي فهنا يدوا اتباع الناحية التانية من المكالمة إنهم بيسمعوا الصوت الأصلي بس مش هو الصوت الأصلي جاهز عشان كده الحيوانات والأطفال مش بيميزوك كصوت بشري أساساً فانت بتسمع صوت حبيبك للتليفون بيوصل لك معلومات حقيقية عنه بس انت مش بتشبع رغبتك في سماء صوت حبيبك اللي انت عارف خليه أقولك إن العلاقات الليونج ديستمس اختراح جديد كميتها بزي كمية العلاقات القريبة اللي مشي مع كمية أو بيولوجية البشر الدكتورة شيري توركل من معهد مستشوتس التكنولوجي ومؤسسة مبادرة العلاقة بين التكنولوجيا والنفس البشرية بتقول إن التعاطف هي قدرتك على الإحساس بمشاهر الشخص اللي قدامك وأفكاره سهل ينشأ فيه المحادثات الفيس توفيس المحادثات المباشرة بين التبادل آي كونتاكت واللغة الجسد كل الإشارات اللي فهمنا معناها خلال تاريخنا الإنساني بينما عزيزي للأسف أنا حزين والله على هذا الموضوع المكالمات واحدها ليست كافية بتخلي الهلاقات ملهاش طعمة حرفية مش كده عزيزي بالأخص في هذا العصر الفرص بقت محدودة لشخصين في نفس المكان فبقى صعب جداً إحنا نكون الهلاقات العادية التقليدية اللي إحنا الاثنين شغالين في نفس المكان بناخد فلوس كويسة ومبسوطين وسعداء بقى اللي مش عارف لازم يشتغل في دبي عشان يقبط بالمش عارف إيه ويرجع يسافر فينا عشان يعمل الماجستير وهي محتاجة تزور أهلها في مش عارف إيه ومحتاجة تبني كاريرها في أوروبا بقى صعب عزيزي الناس دي كلها تحصل على الفرص وبرده في نفس الوقت تحصل على علاقات إنسانية شباههم في نفس المكان ويفضلوا في نفس هذا المكان لفترات طويلة من الزمن لأسف يا عزيزي دي حاجة حزيننا في وقتنا إحنا كمان زي معظم الحيوانات بنخضع للإشارات الشمية بنحتاج نشم ريحة اللي بنحبه والاتنين دول يا عزيزي من الحاجات اللي التكنولوجيا ما متوفرهاش إحنا بنقدر نشوف ونسمع بس رمنا بنقدر نلمس أو نشم إنا عزيزي عندنا هرمونات بتخرج من جسمنا دي يا عزيزي كيميا زي الهرمونات بس مرة الجسم بتحرفنا على ريحة اللي بنحبه وحاست التزوخ مرتبطة بشكل أساسي بالشم والرؤية لو شميت حاجة بتحبها وشفت حاجة بترضي عينك بتنشط نفس المنطقة اللي بتنشط الغدد اللعبية دي يا عزيزي بيجري حتى عزيزي لما تشوف كلبي كيوت أو بيبي جميل تقول يا خلاص أنا عايزي أكله أكل عشان ريئة ده عزيزي بيسمى الكيوت أجريشان ريحة اللي بتحبه بيخلي لعابك يسيل حرفيا ويتحفز سعور الأكل أو العبد إحنا بس اللي عقلين ودمهرة بتقول لنا ما ينفعش نعود حد فهم نعملش كده وقعد يقول لي معلش يا أبو حميد يعني أنت جاي تقول لنا نسيب بيتنا ونقعد مع اللي بنحبهم مبسوط يا عزيزي أنا أستغزيتك أنا كده اطمنت على رومانسيتك يا عزيزي المشاهد الجميل هذا البرنامج ما بيقولش يعمل أي حاجة خالص هذا البرنامج يا عزيزي ما بيمش غير حاجة واحدة بس إن أفقك تتسع متسع الأفق؟ تمام أنت كده بتستفيد من هذا البرنامج لكن خش في علاقات طويلة ما تخش في علاقات طويلة أنت حر أنا بس بأعرفك بفهمك بوسع أفقك إن شاء الله ترتبط بواندرومن في خيالك ما يهمنيش إن شاء الله تعيش وتموت سنجل طالما أنت مبسوط أنا مبسوط أنا يا عزيزي بأعرفك وبوسع حدقة الأفق بتاعتك أنا عايزك يا عزيزي تعرف الفرق اللي البعض بيخلق وإن دي ظروف مختلفة في العلاقة اللي أبحاث بتقول إن شهور الأربعة الأولى هي الأصعب في العلاقة ووفقاً للبيانات لو قدرت اتعدي أول ثمان شهور والعلاقة شغالة بعد كده الدنيا هتبقى أسهل فهنا بس ظروف البعد دي بتخلي المرتبطين يضطروا يبزلوا مجهود مضاعف ويحتاجوا إنهم يبنوا أساس قوي في علاقتهم لأننا عزيزي لما نعيش بعيد عن بعض بنمر عوامل تانية في علاقتنا غير التواصل الجسد بقى بنفترضش إنهم عارفين مالنا أو إيه أفكارنا لأنهم ببساطة مش شايفيننا بنضطر نعمل كل المرتبطين بيحتاجوا يعملوه عشان يعمروا مع بعض التواصل الكلام وبنتقبل فكرة إن الطرف التاني يقدر يعيش من غيرنا فبنبزل مجهود عشان نبقى أشخاص اللي يختارنا يختارنا بكامل قراته مش عشان محتاج إنه يختارنا لما بنبعد بنعاين إحساس الوحدة بنحس بقيمة اللي بعده بنعيش متعة حلوة ومرة في إحساس الوحشة لذة الإفتقاد إيه يا أبو أحمد؟ لذة الإفتقاد ليه يلذة يا عزيزي؟ إن أنت تبقى مشتاء لحد إن حد يبقى وحشك ليه يلذة؟ وبنفرح إن لما بعد الشوء والفقدان ده يحصل لمر الشمل بوجود قصص كتير نشاركها لما نتقابل الأمر يا عزيزي ليس ببساطة إن إحنا نطلق أحكام البعد السيء ولا القربح لما فيش حاجة كده قراتي على الصفر يا عزيزي بحبه وما بحبه كل شيء نسبي العالم له ظروف يجب ان احنا نتأقلم ونحاول ناخد اكتر عدد من المكاسب مع اننا نفقد اكتر عدد من الخسارة في دراسة عزيزي عملها باحثين من جامعة اوهايو وجدوا ان تلت اللي كانوا في علاقات لونج دستانس ونقلوا جم بعض ورجعوا بقى لبعض وعوادوا المسافات ولم الشمل بقى خلنا اقولك عزيزي ان تلتهم بيفاركش في اول ثلاث شهور من لم الشمل يا لهوي طب وفورمي مات يا ابو حميد واضح يا ابو حميد ان الفورمينات اللي كانت متعطشة بالشوق والحب واللم الشمل طلعت كم كمان بعض الناس عزيزي بتحس ان العلاقات عن بعض فيها شيء من الاستقلالية والبراءة والنبل فيها أفلاطونية كده الحاجات دي يا عزيزي بتفقد لما منقرب من بعض القرب بيبدد كل المسل الخالية اللي فضلنا بقى نبنيها عن شركنا واحنا في الغربة بدون تواصل حقيقي بقى وتقبل لان برضو عزيزي انت لما تقابل الشخص اللي قدامك بتكتشف قد ايه انه احيانا مش جميل ووحش والفورمينات اللي انت بتزرع دي كانت كم كمان الخلافات بعد لم الشامل مش بس بتتكرر اكتر ولكن كمان يا عزيزي بيكون اصعب حلها وده احيانا بيكون سبب قلة التواصل في فترة البعد واحيانا يا عزيزي بتكون المشكلة في علاقتنا بنفسنا طول ما اللي بنحبه بعيد منكونا عايشين في رحبة وحدم يقين يا طرح هنكمل ولا مش هنكمل ولكن لما شملنا يتلم ونتأكد ان احنا خلاص مع بعض نفكر اننا كنا فاهمينهم الغلط مش ده الشخص اللي حبيته في خيالي بس المشكلة يا عزيزي مش عندهم ولكن المشكلة في علاقتنا بنفسنا مشاعر الطرف اللي قدامنا ممكن ما تبقاش وجهة نظرنا فينا احنا نفسنا انت شايف نفسك جميل في حاجات هو شايفك وحش فيها وتشوك في نفسك اكيد الحبيب اللي بيحبني وهنين علي ده مش شايفني على حياتي فاكيدني حد تاني انا اللي شايفني على حياتي لا يا عزيزي انت كويس وحبيبك شايفك كويس ولكن يا عزيزي الإنسان أحياناً أحياناً بتكون وجهة نظره عن نفسه قاسية شوية انبوستر يا عزيزي واكيد يا عزيزي الناس اللي حواليك بالزوهم وحش انت كويس او انت فيك حاجات كويس ولكن يا عزيزي صعب ان احنا نتقبل الحب لو مش مقتنعين ان احنا فعلاً نستهلك عايزك يا عزيزي بتشوف لما الشامل ده انه علامة ان الشخص اللي قدامك ده بيحبك لانه شاف فيك اللي ما شافوش في حد تاني واللي انت نفسك ممكن ما توقاش شايفه في نفسك او ما سمحت لكش الفرصة انك تشوفه جواك ولكن انت يا عزيزي تتسحق بالحب حاجة كمان يا عزيزي مهمة جداً وهي أهم نصيحة نختم بها الحلقة ان احنا محتاجين نصق في اللي بيحبونا أكتر في الاخر يا عزيزي حابب ان انا اقول لك اني بحبك وانت نصر انت بحبين عشان بدوش سبسكرايب اظهر على حقيقة لا يا عزيزي والله لا والله لا 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 فحبك عشان بيشوف الحلقات اللي فاتس بيشوف الحلقات اللي جاية بتنزد بص على المصادر وبتشترك على اليوتيوب برضو شوف أسباب ولايسة سبب وحيد لا اخد بالك بقول لك يا عزيزي متين لم الشامل خليني يا عزيزي هنقلك رأي الصديق محمد خميس فيه اللونج ديستانس ريليشنشيبس لما وصفها قائلا حكمته مهما كانت امكانيات موبايلي عالية وجميلة مستحيل قاعف حب تليفون انا عزيزي لما بتكلم مع حبيبتي في التليفون انا متتكلم مع حبيبتي انا بتكلم مع التليفون انا بتكلم مع التليفون انا مصاحب التليفون انا حابنا اقول لي عزيزي انا ايضا لها موقف واضح من اغلاقات اللونج ديستانس هنضضها تماما مش عشان كل اللي قلناه بس عشان بتخلص الباقة وانا حاسس ان في حاجات اهم نخلص الباقة بتاعتنا عليها انت عارف صح؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة